السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام لنبتة الكركم فايلها مجموعة من الفوائد الكثيرة عند الطيور من اهمها انها بطبيعة الحال يعتبر الكركم مضاد عام للسموم يعني اخواني الكرام فهو يستهدف بطبيعة الحال الجهاز الهضمي للطيور او المعاوي وكذلك اخواني الكرام يستهدف ايضا حتى الجهاز التنفسي وكما تعلمون اخواني الكرام ان من اشهر امراض التي تصيب الطيور فهي المرض الكنكر او ما يسمى ايضا بالتريكمونوس فاخواني الكرام هذا المرض يصيب بكثرة الطيور وايضا الحمام في فصل الصيف بكثرة ومن اهم يعني الاعشاب من اجل الوقاية قبل العلاج فهي الكركم بطبيعة الحال ويعني اخواني الكرام فتتجلى اهمية الكركم في انه يقي من مجموعة من الامراض التي تصيب الطيور كمرض الكنكر التريكمونوس كما تحدثنا عنه وايضا يقوم بتنظيف الجهاز المعاوي للطائر لانه يعتبر واقي من الالتهابات والامساك عند الطيور كما انه يعتبر ايضا مطهر للكبيد ويعمل ايضا اخواني الكرام على تفتيت الحصاء في كلي الطائر ويقوم ايضا اخواني الكرام يعني يقوم بتقوية الجهاز التنفسي للطائر ويحميه من الاصابة بالامراض التنفسية كما يعتبر ايضا اخواني الكرام الكركم من المواد يعني الطبيعية التي تحفز الطيور على التزاوج فهو يعتبر يعني محفزا طبيعيا للتزاوج كما يعمل اخواني الكرام الكركم على تنقية الدم ويساهم في عملية التدفق المستمر والنقي للدم ويعتبر ايضا كما قلنا واشرنا سابقا فهو ايضا اخواني الكرام فهو مضاد للأكسادة فان تحدثنا سابقا وقلنا بانه مضاد حيوي فهو يعتبر ايضا من مضادات الأكسادة التي تحمي الحبوب والتي يعني اخواني الكرام تنقي الحبوب وتحميها من تكووم طفيليات بها ولقد سابق اخواني الكرام ان نشرنا فيديو لنا تحدثنا فيه عن طريقة تقييم الحبوب وكان من بين المكونات التي استعملنا في الفيديو وهي الكركم بالنسبة اخواني الكرام لطريقة التقديم فسأقوم الان اخواني الكرام بعملها امامكم لاني ايضا ساعطي لطيوري من هذه النبتة التي لها فوائد عظيمة سبحان الله كما تشاهدون اخواني الكرام فانا الان يعني بين يدي لطر من الماء كما تشاهدون اخواني الكرام فهذا لطر من الماء سأضيف له ملعقة صغيرة من الكركم كما تشاهدون اخواني الكرام فهذه الكمية فهي كافية جدا لإعطائها للطيور كما تشاهدون والان سنقوم بتحرك يعني حليطي كي يتجانس جيدا هكذا يكون يعني لون المياه بالنسبة للمياه اخواني الكرام دائما حين تقومون باعطاء يعني بعض المضادات مثلا الحيوية سواء يعني الادوية او سواء المضادات الحيوية الطبيعية فلابد اخواني الكرام ان تقوموا باعطائها في ماء يعني ليس ماء صنبر انما ماء معدني وان يكون هذا الماء معدني طبيعي او تقومون باعطاء ماء يعني الماء الموجود في القلة يعني في قلة الطين كما تشاهدون اخواني الكرام والان سنمر ان شاء الله الى اعطاء الكركم ان شاء الله لطيورنا بالنسبة اخواني الكرام كملاحظة بالنسبة اخواني الكرام لتقديم الكركم يعني ما نوع الطيور التي يمكن ان نقدم لها هذا الكركم فيصلحوا بطبيعة الحال لتقديمه لجميع انواع الطيور فمثلا انا اربي طيور الكناري واربي ايضا طيور الفيشر واربي ايضا طيور البدج يعني كل هذه الطيور ساقوم ان شاء الله باعطائها الكركم وكما رأيتم سابقا في الفيديو اخواني الكرام فقلنا ان ملعقة كافية في لتر من الماء ملعقة غير منتلئة صغيرة في لتر من الماء فهي كافية ويمكن ايضا ان تقوم بتقديمه في الباطي يعني ممكن ان تقوم بتقديمه في الباطي او في خلطة البيض المسلوق او في خلطة البيض المسلوق اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة